وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي ندد بالعدوان الاسرائيلي على الاراضي السورية وصفا ذلك بانه لعب بالنار كما اكد حسين امير عبداللهيان معاون وزير الخارجية الايرانية ان اسرائيل ستدفع ثمان عدوانها السافر على سوريا وقال عبداللهيان ان العدوان الاسرائيلي الغاشم يعزز من ارادة ايران في دعمها الكامل لسوريا في مواجهة المخطط العدواني ضدها حتى استعادة امنها واستقرارها الخارجية السودانية بدورها ادانت الاعتداءات الاسرائيلية الصارخة والمستفزة على سوريا واكدت ان هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة سوريا ولحرمة اراضيها ولميثاق الامم المتحدة وكل القوانين الدولية وتهديدا لامن واستقرار المنطقة حزب الطليعة العربي الديمقراطي التونسي اكد في بيان ان العدوان الصهيوني الغادر على سوريا يؤكد مرة اخرى حجم المؤامرة التي تواجهها سوريا وامتنا العربية ومدى خطورة الخيار الذي انخرطت فيه الحكومة التونسية والتراكية الحاكمة وذلك بانحيازها لحلف الشر الاجرامي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد ان العدوان الاسرائيلي على سوريا انتهاك للقانون الدولي وعدوان صارخ يستحق الاذانة واعتبر المالكي في بيان نشره موقع رئاسة الوزراء العراقية ان استغلال اسرائيل لظروف الشاذة التي تعاني منها المنطقة يجعلنا نتوقع المزيد من التدهور والتطورات الخطيرة واضاف المالكي سبق وحذرنا من اتساع دائرة الازمة في سوريا واثارها الخطيرة على المنطقة والعالم اذا ما فتحت ابواب التدخلات الخارجية ولم تتخذ التدابير السياسية اللازمة لحل الازمة اشتركوا في القناة